اشتركوا في القناة احبكم في لقاء جديد من لقاء مراجعات اللغة العربية للصف السادس الترم الأول في هذه المراجعة حبيبي ان شاء الله معنا خمس امتحانات منهم امتحان لطلاب الأزهر لكن فضلا لا امر لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد لدينا على القناة وضغطوا اعجابا وطعليقا دعم لنا لنستمرنا في نشر مزيد من الفوائد هيا بنا نبدأ على بركة الله قبل ما ندخل الاختبارات يا حبيبي معانا الارشادات العشر قبل خوض امتحانات اللغة العربية خوض يعني دخول امتحانات اللغة العربية فقولهم لك كده بسرعة عايزك تاخد بالك منها رقم واحد ايه؟ رقم واحد مراجعة حفظ معاني كل دروس القصص القصيرة والمصوص المعلوماتية والمصوص الشعرية راجع حفظ المعاني والمضاد والمفرد والجامع طبعا المفرد والجامع يكون سهل عليك ولكن الاهم عندنا هيكون المعاني ثم المضاد ما تدخلش الاختبار الا انت مناجعهم مراجعة كويسة رقم اتنين مراجعة فيديو ومساكرة التعبير الكتابي من القناة هنا طبعا سؤال التعبير الكتابي ده عليه حوالي يعني خمس درجات فالافضل تذاكر التعبير الكتابي وما تستسلمش ما تقولش ده ده طويل او غيره او مش عارب بكتب لا الفيديو هنا موجود على القناة وهتلاقي المذكرة معه فيديو مجمع لكل موضوعات التعبير الستة اللي ما سمعوش يرجع له مرة تانية واللي ينسي منه حاجة يريد قبل دخول الامتحان يشاهده مرة كده سريعة ولذلك انا هنا ان شاء الله مش هحل اسئلة التعبير الكتابي هكتفي بالمذكور في الفيديو مفيش جديد يعني اهم حاجة عندي انك تعرف طريقة الحل ايه في ام تطريقة الحل اي موضوع هيجيلك ايا كان هتقدر تكتفين شاء الله رقم 3 مراجعة القواعد النحوية من فيديوهات القناة اخر الفيديوهات عن النحو هتلاقي برضو الفيديو اللي قبل ده واللي قبله اكنين فيديو فيه شرح كل موضوعات النحو والفيديو التاني فيه اسئلة وانشطة وحل كتير جدا يعني هم محاضرتين المفروض من سبهمش نسمعهم تاني رقم 4 دعاء الامتحان عايزة كنت في الامتحان تكون حافظ الدعاء ده وتقوله اللهم اشرح لي صدري ويسر لي امري واحل العقدة من اللساني يفقه قولي واعتقد اللي امتبعنا حافظ الجزئية ده كويس جدا لان احنا بنقولها دايما في الفيديوهات بتاعتنا اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا فانت ان شئت جعلت الصعب سهلا اللهم اني اسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين والملائكة المقربين رقم 5 اياك والتصرع في الاجابة فانه مرض عند بعض الطلاب الاذكياء وغالبا ما يندمون بعد الامتحان التصرع ده مرض آفة عند بعض الطلاب وخصوصا اللي هما مذاكرين كويس ويظنون انفسهم اذكياء بيدخلوا الامتحان يتصرعوا وبعد الامتحان يكتشفوا ان كان فيه اخطاء كان ممكن يعملوها افضل من ذلك 6 اقرأ اسئلة الاستماع مرتين في اسئلة الاستماع قبل سماع فقرة الاستماع من المعلم واطلب منه ان يكررها مرة اخرى هتقرأ الاسئلة مرتين وبعد كده قبل ما تسمع من المعلم وبعد كده تسمع من المعلم يعني المفروض اطلب من المعلم انه يكررها مرة تانية ولذلك هنا برضو في الفيديو هعد اسئلة الاستماع مش هاشتغالها علشان وقت الفيديو ما يطولش عليكم رقم 7 قراءة فقرة كل سؤال مرتين على الاقل ثم قراءة صيغة السؤال جيدا قبل الاجابة عليه هقرأ الفقرة مرتين وبعد كده هروح اقرأ الاسئلة وانتبه كويس جدا هو السؤال مطلوب من ايه فيه لانه مثلا ممكن يقولك مثلا في المعاني هات او يقولك هات من الفقرة فيه فرق بين الاتنين هات يعني هات من حفظك اللي انت حاوزه اما بقى هات من الفقرة لازم تطلع المعنى او المضاد اللي هو مطلوب منك ده من داخل الفقرة جبت كلمة صح ولكن مش من الفقرة هتتحسبنا غلط رقم تمانية ايه في اسئلة النحو فكر بعقلك لا بعينك تمام اسئلة النحو فكر بعقلي لا بعيني واستحضر ما درسته وحافظته عن القاعدة والكلام ده بنقوله كتير جدا في شرحنا رقم تسعة الهدوء عند الحل ولا تنشغل بما هو حولك رقم عشرة واخيرا الخط المنظم والاملاء الصحيح طبعا حد هيقول لي انا خط مش حلو خط وحش انا هنا بقولك الخط المنظم ممكن يكون خطك وحش ولكن ايه يكون منظم وواضح وده المطلوب تمام يا حبيبي وبقدر الامكان نخلي الاملاء صحيح وخصوصا وخصوصا فيه وخصوصا فيه سؤال التعبير الكتابي وما ننساش علامات الترقيب مهمة جدا 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 يلا يا حبيبي السؤال الثالث طبعا فيه السؤال قابلي اللي هو سؤال الاستماع وبعد كده سؤال التعبير الكتابي احنا اتفقنا ان احنا هنعديهم لم اكن اعرف انني مخطئ فحين كنت اجتمع مع اصدقائي في الفسحة وشرع احدهم يتحدث فيه موضوع اعرفه اسارع الى مقاطعته وتكملة الحديث بدلا منه ولا اتوقف الى ان ينقضي حديثي حتى اهداني ابي كتابي عن الاداب الكبير ليرشدني فقرأت فيه ومن الاخلاق التي انت جدير بتركها اذا حدث الرجل حديثا تعرفه الا تسبقه اليه استخرج من الفقرة مرادف ما يليه شوف انا بعمل ايه ما روحتش على طول ايه المطلوب تمام لا انا قرأت نص السؤال محتاج ايه استخرج من الفقرة مرادف يبقى عايز الكلمتين هنا معنى معنى ينتهي ايه معنى ينتهي بيقول لي مثلا ايه ولا اتوقف الى ان ينقضي حديثي يعني ينتهي حديثي واجب علي واجب علي واجب على ومن الاخلاق التي انت جدير ب يعني واجب على واجب عليك تركها اذا حدث الرجل حديثا الى اخيره سؤال باء ضع علامة صواب امام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ امام العبارة غير الصحيحة كان المتحدث يمتلك مهارات الاستماع الجيد قبل هدية والده وبعدها طبعا هل انت فهمت الكلام ده واشرح دوم يتحدث في موضوع اعرف اسر المقاطعته هل دي من مهارات الاستماع الجيد لا طبعا اذا العبارة خطأ اهدى الابو ابنه كتابا ليرشده الى الصواب العبارة صحيحة ما الخطأ الذي ارتكبه الابن تعالوا نشوفي حبيبي فين الخطأ انني مخطأ كنت حين اه تمام بيقول ايه كنت حين اجتمع مع اصدقائي في الفسحة احنا بقى عايزين نتكلم عنه فانت ما تقوليش كنت اجتمع مع اصدقائي انت ما تتكلم عن نفسك هتتكلم عن الولد ده تقول ايه انه يسارع الى مقاطعة من يتحدث وتكملة الحديث بدرا منه ولا يتوقف الى ان ينقضي حديثه تمام يلا نروح للسؤال اللي بعد كده في النص المعلومات يدرك الشعراء اهمية مرحلة الشباب لذلك يكتبون الاشعار ليشحذوا همم الشباب ويذكروهم بدورهم نحو الوطن فالوطن يرعاهم وهم اطفال حتى يصلوا الى مرحلة الشباب وعليهم ان ينهضوا بوطنهم ويرفعوا شأنه بين الامم بتكاتفهم وودادهم وان يدافعوا عنه ضد الاعداء بعزيمتهم وجلدهم فالشباب عتادوا الاوطان اخترق الاجابات الصحيحة تمامها بين القوسين مرادف جلدهم ايه تحملهم شدتهم سعادتهم الاول والثاني الجلد اللي هو التحمل والشدة يبقى الاول والثاني جمع عتاد الشباب عتاد جمع عتاد اعتده اعتده ضع علامة صواب او علامة خطأ يكتب الشعراء اشعارا للشباب لانهم يقدرون دورهم يعني يعرفون دورهم العبارة صحيحة ما واجب الشباب نحو الوطن يعملوا ايه الشباب تعالوا نشوف كده هنا بقولين ايه فالوطن يرامهم اطفال اه وعليهم ايوة تمام اه ان ينهضوا بوطنهم ويرفعوا شأنه بين الامم بتكاتفهم وودادهم ويدافعوا عنه ضد الاعداء بعزيمتهم وجلدهم وجلدهم ممكن انت بقى تعمل ايه اختصر انا قلت ان ينهضوا بوطنهم ويرفعوا شأنه بين الامم ويدافعوا عنه ضد الاعداء تمامي حبيبي يلا نروح للسؤال الخامس وهو النص الشعري مصر الحضارة والاثار شاهدة مصر السماحة مصر المجد من قدمي نحن الضيوف على رحم ومكرمة منها وإنا لحفاظون للذمم جئنا حماها وعشنا آمنين به ممتعين كأن العيش في حلمي اختر الإجابات الصحيحة مما بين القوسين مراد في السماحة العزة والقوة الشجاعة والإقدام الكرم وليل المعاملة الصدق والإخلاص مراد في السماحة الكرم ولين المعاملة هات من الأبيات ثلاث كلمات لها قافية موحدة القافية فين يا حبيبي القافية أول ما يقول القافية يبقى طروع عند آخر كلمة من كل بيت طروع عند آخر كلمة من كل بيت هنا إيه هنا قدم بعد كده الزمم بعد كده حلم تمام هنا فيه إيه القافية يبقى القافية آخر كل بيت ما تنساش الكلام ده أجب على ما يدل تكرار الشاعر كلمة مصر الشاعر هنا المصر السماحة مصر المجد كرارها مصر الحضارة ثلاث مرات يبقى إيه اللي بيكرر حاجة كتير إذن هو بيحبها فنقول إيه يدل على حب الشاعر لمصر يدل على حب الشاعر لمصر يبقى تكرار الإسم يدل على الحب هنا الشاعر كرار مصر يدل على حب الشاعر لمصر تمام السؤال السادس القواعد النحوية التواضع من صفة العظماء لأن المتواضع هو الشخص الذي يرى إنجازاتي بسيطة فكن ذا تواضع تكن عظيما استخرج من الفقرة ما يلي خبرا لحرف الناسخ هنا بيقول لي خبر لحرف الناسخ يبقى أنا في البداية لازم أعمل إيه تمام أبحث عن الحرف الناسخ وسمع مع نفس كده إيه الحرف الناسخة إيه هي إِنَّ وَأَنَّ كَأَنَّ لَكِنَّ لَعَلَّ لَيْتَ يلا يا أبطال كده نشوف التواضع هنا فيه إيه لأن لأن تمام جميل جدا هنا عايز إيه خبر أن يبقى أنا أحدد اسم أن وبعد كده أشوف خبره اسم أن المتواضع لأن المتواضع ما له المتواضع هو الشخص هو الشخص يبقى هنا خبر الحرف الناسخ هو الشخص نوع إيه الخبر ده نوعه تعالوا نشوف مع بعض لكلمتين وفيهم ضمير يبقى نوعه خبر جملة اسمية ضميرا متصلا نبدأ أن نبحث التواضع من صفة العظماء لأن المتواضع هو الشخص الذي معايا كلمة إيه إنجازاته إنجازاته كلمة إنجازاته فيها ضمير متصل نوع إيه هاء الغائب هاء الغائب اختر الإجابات الصحيحة مما بين القوسين كلمة عظيما ناكرة معرفة بص حبيبي أي كلمة فيها تنوين فهي ناكرة أي كلمة فيها تنوين بالفتح أو الضم أو الكسر فهي ناكرة إلا حالة واحدة بس إنها تكون علم يعني مثلا كلمة محمد هنا كده إيه منونة أقول عليها ناكرة لا لأن محمد عالم خلاص يبقى أي كلمة منونة إلا أن تكون علما فهي ناكرة التواضع من صفات العظماء الخبر هنا نوعه طيب أرجع الأول كده واشوف التواضع مبتدأ فين الخبر ما تقوليش بقى العظماء علشان هي اللي في الآخر لا طبعا أنا ما ينفعش أعد على كلام التواضع شوف اللي بعدها من صفات من صفات العظماء دي مضاف إليه العظماء دي خد بالك كتير جدا ما بيأخدش باله من المضاف إليه ويقوله عليها خبر فعايزين نركز في النقطة دي حبيبي يبقى من صفات هنا هو الخبر طيب نوعه إيه شبه جملة تعالوا نشوف كده مفرق جملة شبه جملة آه تمام يبقى شبه جملة أعرب المتواضع علشان أعرب لازم أبص على اللي قبلها اللي قبلها ما فهمتش منها حاجة يبقى بص على الجملة كلها لأن المتواضع آه عندي كلمة أن أن مين المتواضع تمام يبقى المتواضع اسم أن اسم أن بيكون منصوب وعلامة نص به الفتحة لأنه مفرد هنلاقي ناس في الامتحان مثل اغبطة إن بتعمل إيه كان بتعمل إيه إن بتعمل إيه كان بتعمل إيه لا يا حبيبي بيركز كده معي الله يبارك لك إن بتنص بالمبتدأ وترفع الخبر كان ترفع المبتدأ وتنص بالخبر احفظهم تمام احفظهم حافظ علشان ما تنسهمش بعد كده ذا كن ذا تواضع بص كده علقاب لها آه كن كن دا إيه دا هو كان بس دا فعل إيه فعل أمر تمام والفعل الأمر بيعمل نفس الماضي يرفع المبتدأ وينصب الخبر تمام كن ذا فعل أمر يبقى اسم كن فيه ذا لا طبعا كن أنت اسم كن هو أنت الضمير المستقر تقديره أنت طيب ذا تعرب ايه طب تمام كده خبر كن منصوب وعلامة نصبه الألف لأنه من الأسماء الخامسة الأسماء ايه الخامسة تمام يا حبيبي يلا نروح للخط طبعا اكتب بخط الرقع لو قالك بخط النسخ الخط اللي هيجبه لك في الامتحان هو دا زي كده مثلا زي كده الكلام المكتوب دا دا خط النسخ انقله كما هو انقله كما هو اما خط الرقع بقه هو اللي فيه ايه هو اللي فيه شغل تعالوا كده مثلا نكتب ان ان شايفين النون عاملة ازاي في خط الرقع شبكة في الطبق خلط بالجدي الجيم خد بالك من الجيم هزلا هجنته هجنته يعني عبته هجنته هجنته تمام دا خطا تحت الاخطاء الوردة بالفقرة ثم صاوبها في الجدول من اداب الحديث النظر الى المتحدث والانصاط اليه باهتمام واحترام افكاره وتقديرها نرجع تاني من اداب الحديث النظر النظر ها هنا فيه ايه شايف خد بالك الاملاء عندنا خفية شوية في الترمي ده ها مع انها سهلة جدا جدا بتاع الطلاب فيه تانية وتالتة ابتدائي النظر اه ده فيه لم شمسية هنا الى المتحدث والانصاط 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 التاء نطقتها مرتين وفي كل مرة نطقت تاء هل دي تاء مربوطة لا تاء المربوطة مرة بتنطق تاء ومرة بتنطق ها لكن التي نطقت مرتين تاء هي التاء المفتوحة او بنسميها التاء المقصوطة تمام باهتمام باهتمام اه باهتمام فيها ايه مد فيها مد يلا نروح للاختبار الثاني السؤال الثالث كده عدينا سؤال الاستماع والتعبير الكتابي ذهبت الى محل الملابس مع ابي وهناك رأينا رجلا يشير بيديه الى البائع ويبدو على البائع الجزع لانه لا يفهم اشارته فاسرع ابي ليساعدهما ولم يتوانى وشرعت يتواصل مع الرجل بلغة الاشارة ويحول تلك اللغة المرئية الى لغة منطوقة ليفهمها البائع فشكره الرجل والبائع وحين رأيت ذلك قررت ان اتعلم تلك اللغة لأساعد الاخرين استخرج من الفقرة مرادف هنطلع من الفقرة مرادف يتأخر مرادف يتأخر فين فين اه ولم يتوانى يتأخر يتوانى فقدان الصبر فقدان الصبر ويبدو على البائع الجزع الجزع اللي هو ايه فقدان الصبر تمام ضع علامة صواب او علامة خطأ كان البائع يعرف لغة الاشارة ويبدو على البائع الجزع لانه لا يفهم اشارته يبقى غلط تأثر تأثر المتحدث بما فعله ابوه وقرر تعلم لغة الاشارة نعم كيف تواصل الابو مع المشتري تواصل معه ازاي شرع ايه تواصل مع الرجل بلغة الاشارة من خلال لغة الاشارة تمامي حبيبي يلا نستكمل عززت التكنولوجيا شيوع الالعاب الذهنية الالكترونية بين الناس وتركز تلك الالعاب على العمليات المعرفية العليا التي يقوم بها العقل البشري مثل التفكير والذاكرة وذلك يمنح الراغبين من اصحاب العقلية الثابتة القدرة على تغيير طريقة تفكيرهم وتحويلها لعقلية متطورة قادرة على التعلم والتغلب على المشكلات اختر المراض فالمناسب للكلمة الملونة عززت معناها دعمت قوت اضطربت الاول والثاني عززت التكنولوجيا يعني دعمة التكنولوجيا يعني قوت التكنولوجيا يبقى التعزيز معناها الدعم والتقوية الاول والثاني يمنح معناها يعطي يعرف يطور يفهم يمنح يعطي ضع علامة صواب او خطأ تركز الالعاب الذهنية على العمليات المعرفية البسيطة طيب نقرأ وتركز تلك الالعاب على العمليات المعرفية العليا العليا مقصود بها هنا الصعبة لتفكيرها اعلى شوية تمام نقول لغطا ما فوائد الالعاب الذهنية الاصحاب العقلية الثابتة هتعمل لهم ايه بيقول لنا هنا وذلك يمنح الرغبين من اصحاب العقلية الثابتة تمنحهم القدرة على تغيير طريقة تفكيرهم وتحويلها لعقلية متطورة قادرة على التغلب على التعلم والتغلب على المشكلات تمام نروح للنص الشعري وتعاونوا في رفع مصر فإنها خير البلاد بلد الحضارة والصناعة والرقي والاجئهاد وخذوا العلوم بهمة فالعلم مفتاح الرشاد اختر الإجابات الصحيحة مما بين القوسين مضاد خذوا مضاد خذوا خد بالا خذوا مضادها دعوا ضيعوا أنهوا تنازعوا مضاد خذوا دعوا هات من الأبيات الأخيرة تشبيها هات من البيت الأخيرة تشبيها وخذوا العلوم بهمة فالعلم العلم مفتاح والعلم مفتاح لا طبعا العلم مفتاح الرشاد حتى الرشاد نفسه مش بيت إلى ما ترشدنا الأبيات السابقة ترشدنا يعني بتطلب مننا إيه وتعاونوا في رفع مصر وبعد كده قال لنا إيه واخذوا العلومة يبقى هنا طلب مننا التعاون في رفع مصر وإيه وأخذ العلمة يبقى ممكن نقولها إزاي ترشدنا للتعاون في رفع شأن مصر والتعلم لأنه مفتاحه الهداية ترشدنا للتعاون في رفع مصر والتعلم لأنه مفتاح الهداية القواعد النحوية أبوك يحبك أكثر من نفسك لأنك جزء منه فاقبل منهم مصحى وغدا سيصير لابن أبا وسيشعر بشعور أبيه استخرج من الفقرة ما يلي خبرا للمبتدأ قد بالك كلمة خبرا للمبتدأ يعني الخبر ده ما يكونش لحرف ناسخ ولا فعل ناسخ أمال يكون إيه يكون معاه مبتدأ عادي جدا يكون معاه مبتدأ طيب فين يبقى أنا هروح من أول الفقرة أو من بعد الفصلة وابحث عن جملة اسمية أولها مبتدأ وأشوف الخبر فين أبوك يحبك أكثر من نفسها تمام أهيه أبوك أبوك ده إيه مبتدأ طيب تمام فين بقى الخبر أبوك يحبك حبيبي ما نروحش عند الآخر قررناه ما نروحش عند آخر الجملة إلا لما نجد اللي بعد المبتدأ ده ما ينفعش يكون خبر أو ما كملش معنى الجملة تمام أو ما ينفعش نقف عنده يبقى هنا إيه الخبر يحبك نوع إيه يحب ده فعل يبقى أقول على خبر فعل مفيش عندنا حاجة في اللغة العربية اسمها خبر فعل أبدا أمال اسمها إيه خبر جملة فعلية ليه لأن دي فها فعل وفعل وكمان الكلمة دي فها فعل وفاعل ومفعول تمام اسم الناكرة قلنا إيه هنروح عند كلمة منونة طيب كلمة منونة زي مثلا كلمة إيه أبا واضحة زي كلمة غدا طيب في حاجة بقى تاني مهمة ممكن لو أنت ملقيتش منون تعمل إيه لو أنت ملقيتش منون تعمل إيه خد كلمة ما فيهاش ألف ولام بس بشرط ما تكونش ولا نوع من الأنواع الستة اللي أنت درستهم في المعرفة ثانيا بص على اللي بعدها لو اللي بعدها ضمير متصل ما تاخدهاش لو اللي بعدها مضاف إليه ما تاخدهاش تعالوا نشوف هنا كده أكثر تمام نفسه ما فيهاش ألف ولام نقولنا هنعمل إيه نبص على اللي بعدها آه بعدها إيه ضمير يبقى لا نفسه دي دي إيه معرفة مش ناكرة ليه لأنها مضافة إلى معرفة تاني جزء ما فيهاش بعدها حاجة خالص ما فيهاش بعدها مضاف إليه ولا بعدها ضمير يبقى أخد لك أي كلمة من الكلمات دي تمام اختر الإجابات الصحية تماما بين القوصين يحبك أكثر من نفسه الفاعل هنا خد بالك فاكر لما أنا قلت لك أن يحبك دي يحبك دي فهى فعله فعله مفعول يحب فعل فين الفاعل الكاف ولا ضمير مستتر تعالوا نشوف من اللي يحب أنت اللي تحب ولا أبوك اللي يحب أبوك طب أبوك مش موجودة يبقى نقول عليه ضمير إيه ضمير مستتر تمام لأنك جزء منه الكاف هنا اسم أن خبر أن مبتدى لأن ك الكاف الكاف خدها قعدة ممكن تكتبها عندك أي ضمير يتصل بالأفعال الناسخة يعرب اسمها وأي ضمير يتصل بالحروف الناسخة يعرب اسمها تاني أي ضمير يتصل بالأفعال الناسخة هو الإسم بتاعها أي ضمير يتصل بالحروف الناسخة هو الإسم بتاعها يبقى الكاف هنا اسم أن أعلم أبو إحنا لسه واخدينها نقولنا إيه مبتدى مرفوع علامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة الابن الابن تعرب إيه وغدا سيصير الابن بص على قبلها سيصير بتفكرت بإيه بتفكرنا بالأفعال الناسخة التي ترفع اسمها وتنصب خبرها الابن هو إيه هو اللي هيصير تمام يبقى هو اسم يصير اسم يصير مرفوع علامة رفعه الضم لأنه مفرد يلا يا حبيبي نستكمل الخط العرضي سلامة الإنسان في حفظ اللسان سلامة نعملها إزاي السين خد بالك الميم مطموصة الميم في الرقع مطموصة المربوطة النقط النقط دي بتاعت إيه بتاعة الرقع أما النقط بتاعة النسخ نقطتين تحط النقطتين الإنسان في حفظ اللسان نخد بالنا من نون إنها أيدي تمام يلا نروح للامتحان الثالث اقرأ الفقرة التالية لفت انتباهي أن أخي إبراهيم لديه حشد من الأصدقاء فشرعت أبحث عن السبب فوجدت أن السبب الذي يميزه هو حسن استماعه فعندما يحدثه أحد في أي أمر يستمع إليه بعناية ليفهم الرسالة المراد إيصالها ويظهر اهتمامه بالمتحدث ويتواصل معه بشكل لائق لهذا سأتدرب على مهارات الاستماع لأكون مثل أخي استخرج من الفقرة مراد في الجمع لفت أن أخي إبراهيم لديه حشد من الأه حشد حشد معناها جمع وحشود معناها جموع تمام مناسب ويتواصل معه بشكل لائق طب انت لو بقى مش عارفها أقرأ الفقرة من جديد وقف عنده كل كلمة وفكر مناسب لائق مناسب لائق مهم جدا حفظ المعاني ده علامة صواب أو علامة خطأ أعجب المتحدث ببطولات أخيه إبراهيم أعجب بما لديه من أصدقاء وحشد من أصدقاء تمام يمكن تنمية مهارات الاستماع بالتدرب عليها لو انت ما عندكش المهارات ينفع التدرب عليها نعم ما سبب كثرت أصدقاء إبراهيم فشرعت أبحث عن السبب فوجدت أن السبب الذي يميزه حسن استماعه بسبب حسن استماعه فعندما يحدثه أحد في أي أمر يستمع إليه بعناية ليفهم الرسالة تمام يلا نروح للنص المعلومات اللسان أداة قوية للتعبير والتواصل وحفظه مما يهجن من أكبر الفضائل العظيمة والكلمة الطيبة تشيع بين الناس ولا ينقضي أثرها أبدا كما أن حفظ اللسان يجعلنا أفضل استماعا للآخرين وأكثر تفهما لمشاعرهم والإساءة لمن حولنا تفسد العلاقات وتكدر صفوها فكلما طورت من قدراتك على التواصل الفعال كنت شخصا ناجحا ومؤثرا اختر المرادف الصحيح يهجن يعيب يضيع يهلك يخفي وحفظه 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 مما يعيب تشيع والكلمة الطيبة تشيع تنفع تنتشر تبقى تعظم والكلمة الطيبة تنتشر تمام ضع لما تصواب أو خطأ ما ينطق به اللسان قد يفسد أو ينجح علاقاتنا بالآخرين العبارة طبعا صحيحة كيف تكون شخصا ناجحا ومؤثرا كما فهمت من الفقرة تمام بنقول ايه من خلال تطوير قدراتي على التواصل الفعل بنقول ايه فهلما طورت من قدراتك على التواصل الفعل كنت شخصا ناجحا تمام حبيبي النص الشعري اقرأ الأبيات يا مصر شعبك صادق وأمين بالعزم عاش وبالولاء يدين إصراره ملأ النفوس نشاط والله دوما للكرام معين للمجد نشحذ همة وننادي خير الشباب وفي النجاح يقين مرادف نشحذ نجدد نكمل نقوي نضاعف نشحذ معناها نقوي يا مصر أسلوب أمر نهي تعجب نداء يا مصر أسلوب أسلوب نداء بما وصف الشعر شعب مصر في الأبيات وصفوا بايه تعالوا نشوف الصادق الأمين صاحب العزم والولاء والإصرار يعني نخذ لك بقى أي كده صفات من هنا واكتبها وصفه بالصادق الأمين صاحب العزم والإرادة تمام يلا نروح لسؤال أنح ليس الفشل عدم تحقيق الهدف ولكن الفشل هو اليأس فالمحاولة فرصة للنجاح وذو اليأس منعدم الفرص اسما لفعل ناسخ فين الفعل ناسخ تعالوا بقى نشوف كده الفعل ناسخ فين لايس فعل ناسخ فين اسمه الفشل الفشل علامته إيه علامته ما تقوليش بها الألف واللم والكلام ده لا هنا بيقول اسم الفعل ناسخ علامة الإعراب بتاعته يقصد هنا علامة الإعراب علامته الضم تمام اسما معرفة ونوعه الاسم المعرفة سهل جدا 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 خد لك ضمير خد اسم إشارة أقول لك على حاجة بقى أسأل من كده خد كلمة فيها ألف ولم الفاشل أهي الفاشل نوعه معرف بألف سهل جدا اختر الإجابات الصحيحة تمام ما بين القوسين هو ضمير متصل منفصل مستتر سهلة تمام منفصل المحاولة فرصة للنجاح نوع الخبر في الجملة إيه مفرد جملة اسمية شبه جملة المحاولة مبتدأ فين الخبر فرصة فرصة هي الخبر ما تقوليش فرصة للنجاح حتى لو قلت فرصة للنجاح هل فينا فيه ضمير علشان نقول عليه جملة اسمية لا طبعا يبقى الخبر هنا إيه مفرد أعرف ما تحته خط الفاشل خد بالك الفاشل التانية ولكن الفاشلاء هو اليأس لكن من الحروف الناسخة تمام ترفع تنصب المبتدأ ويسمى اسمها يبقى الفاشل يعرب إيه اسم لكن منصوب علامة نصبي الفتحة لأنه مفرد ذو ذو دف أول الجملة ذو اليأس منعدم الفرصة يبقى مبتدأ مرفوع علامة رفعيه إيه يبقى مرفوع علامة رفعيه الواو لأنه من الأسماء الخمسة تمام يلا نروح للخط كلنا أذكياء لكن مختلفون لكن مختلفون كلنا إيه وكلنا أذكياء نخد بالنا من الياء النقط لكن نخد بالنا من النون مختلفون تمام الإملاء ضع خطا تحت الأخطاء الوردة بالفقرة ثم صوبها كتبت لافتة مدرسية أدعو فيها زملائي إلى التمسك بمكارم الأخلاق قرأها المعلم وأعجب بها فأهديتها له كتبت لافتة آه هنا في خطأ لافتة فيها إيه ألف مد لافتة مدرسية أدعو فيها زملائي إلى التمسك ما فيش أي خطأ بمكارمي بمكارمي آه هنا ما فيش مد فيش مد بعد الميم أوتش بمكارم الأخلاقي آه هنا فيه إيه فيه مد تمامي حبيبي نروحي حبيبي للمتحان الرابع النص الأدبي يسافر أبي إلى السوق كل عام ليبيع محصول الزيتون وهذا العام تعرضت شاحنة النقل لحادثة فلم يجزع أبي وجلس يفكر في إيجاد حل للمشكلة وبينما هو يصنع القهوة بدت له فكرة وقال بصوت خفيد وجدت الحل سأشتري آلة تعصر الزيتون لتنتج الزيتون فثمانها أرخص وبالفعل باع الزيت وربح مالا أكثر بفضل مثابرته استخرج من الفقرة مراضف مراضف يعني المعنى توفير وهدى كلمة توفير طبعا كانت موجودة عندنا في درسنا لذلك ما زلنا بنقول حوز المعاني مهم جدا فين يا أبطال وجلس وفكر فيه توفير حل للمشكلة آه يبقى إيجاد معناها توفير حل للمشكلة تمام هادئ هادئ كلمة أخذناها في أول درسنا وقال بصوت خفيد هادئ معناها خفيد هادئ معناها إيه خفيد تمام ضع للمة صواب أو علامة خطأ استطاع الأبو استطاع الأبو التغلب على المشكلة التي واجهته صواب أم خطأ العبارة صواب اشترى الأب شاحنة جديدة لنقل محصول الزيتون اشترى الأب لأتعرضت الشاحنة لم يأس ولكنه إيه ألسى أشتري آلة تعصر الزيتون تمام ما سر الربح الكثير الذي حصل عليه الأبو إيه سر الربح نقرأ للنهاية نقول إيه وبالفعل باع الزيت وربح مالا أكثر بفضل مثابرة يبقى ربح المال الكثير بسبب إيه بسبب المثابرة يبقى سر الربح الكثير هو المثابرة والإصرار تمام نروح للنص المعلوماتي بدأ الإعلام الرسمي في مصر منذ عام 1989 يهتم بتوفير خبراء لغة الإشارة لإيصال رسائله بطريقة سلسة لكل فئات المجتمع ومن بينهم ذوء الإراضة ومن هؤلاء الخبراء هالة محفوظ خبيرة لغة الإشارة بالإعلام المصري وصاحبة أول برنامج مرئي يهتم بشؤون الصم والبكم على مستوى الوطن العربي كان يحمل اسم حديث الأصابة مرادف مرئي كلمة مرئي يعني إيه؟ ما يمكن نقط بالعين ما يمكن تزيينه ما يمكن إحساسه ما يمكن رؤيته ما يمكن تخيله مرئي معناها إيه؟ ما يمكن رؤيته مضاد سلسة سلسة معناها سلسة معناها سهلة يبقى مضادها إيه؟ معتادة مختلفة مزعجة صعبة معا مضادها صعبة دعوه علامة صواب أو علامة خطأ برنامج حديث الأصابع كان برنامجا للمكفوفين للمكفوفين تعالوا نشوف كده أقول إيه؟ يهتم بشؤون الصم والبكم والصم والبكم الذي فقد حاسة السمع وفقد القدرة على الكلام ولكن المكفوفين الذي فقد حاسة البصر يبقى نقول لا غلط لماذا اهتمت الحكومة بتوفير خبراء اللغة الإشارة في الإعلام المصري؟ السبب إيه؟ تعالوا نقرأ من البداية يقول لنا يهتم بتوفير خبراء اللغة الإشارة لإيصاد يبقى لإيصاد الرسائل بطريقة سالسة لكل فئات المجتمع فئات يعني مجموعات المجتمع كلها تمام؟ ومن بينهم ذوء الإراضة يلا يا حبيبي نكمل النص الشعري بلاد صانها ربي لها الإخلاص والحب تكاتف أهلها باق يضم شبابها قلب ونحن عتادها دوما إذا قالت هنا حرب اختر الإجابات الصحيحة مما بين القوسين مراد في الإخلاص التفاني الصبر التعاون الأمل الإخلاص معناها التفاني كلمة مهمة أوي الإخلاص معناها التفاني يضم شبابها قلب تعبير حقيقي مجازي تعبير مجازي هنا بقى ممكن يقولك تعبير وبين الجمال اللي فيه أو يقولك تعبير مجازي شبه يبقى أنت عليك أنك تقدر تميز التشبيه هنا بإيه يضم شبابها قلب هنا شبه القلب بإيه شبه القلب بإيه ببيته يحوي الشباب أو يضم إليه الشباب أو يأوي إليه الشباب تمام ما الواجب علينا نحو الوطن في السلم والحرب إيه الواجب علينا بقول إيه الخلاص والحب وتكاتف الأهل ونحن أعتادها يبقى نقول إيه إخلاص الحب لها والتكاتف والدفاع عنها إخلاص الحب ده في إيه في السلم التكاتف والدفاع عنها ده فين في وقت الحرب لأن هنا بيسألنا في السلم والحرب تمام يا حبيبي ولما يجينا سؤال زي كده نحاول بقدر الإمكان نستخلص المعاني الموجودة عندنا في النص اللي يجي في الامتحان تمام يلا نكمل القواعد النحوية كان ياسر يسأل أخاه عن أسباب النجاح فقال أخوه النجاح ثمرة طيبة ولكنه يحتاج إلى الجد والاجتهاد استخرج من الفقرة ما يلي فاعلا الفاعل خد بالك الفاعل يأتي بعد فاعل بس أهم شيء إن الفعل ده ما يكونش من الأفعال الناسخة تمام كان ياسر ياسر تنفع فاعل لا طبعا لأنه لا فعل ناسر يسأل أخاه يسأل فعل عن أسباب النجاح فقال أخوه فقال فعل طيب يحتاج فعل طب تمام جدا ناخد أنه فيهم تعالوا نشوف كده عندي يسأل يسأل فعل فين الفاعل الفاعل هنا ضمير مستتر لكن هنا بيقول لك أنا عايز فاعل يقصد به فاعل ظاهر فاعل اسم ظاهر فما ينفعش تاخد يسأل بإن ما هتطلق أكبر تعالوا نشوف واحدة غيرها قال وهنا الفعل قال من اللي قال أخوه موجود الفاعل آه موجود اسم ظاهر خلاص يبقى ناخد إيه أخوه تمام علامة رفعه تعالوا نشوف مفرد مثنى جمع مذكر سالم جمع أنه سالم جمع تكسير اسم الأسماء الخمسة الستة دول لازم تاخد بلك منه أخوه ده من الأسماء الخمسة يبقى علامة رفعه ألوا اسم لفعل ناسخ أدور بقى على الفعل الناسخ حبيبي فعل ناسخ آه كان طب والاسم بتاعه ياسر يبقى عندي هنا إيه ياسر اسم الفعل ناسخ أعربه نقول إيه اسم كان مرفوع علامة رفعه الضمة اختر الإجابات الصحيحة مما بين القوسين كلمة ياسر ناكرة معرفة كلمة ياسر آه ما فياش ألف ولا نقول ناكرة لا طبعا يا حبيبي ياسر ده اسم ولد أو اسم إنسان تمام يبقى ده معرفة لأنه علام ولكنه يحتاج إلى الجد كلمة يحتاج حرف ناسخ اسم لكن خبر لكن ولكنه أنا إيه لك إيه الضمير اللي بيتصل بالحرف الناسخة بيكون هو اسمها يبقى يحتاج هو خبر لكن خبر لكن حول الخبر المفرد إلى خبر جملة اسمية النجاح ثمرة طيبة النجاح ثمرة طيبة فين الخبر ثمرة جميل يبقى النجاح يا حبيبي هتفضل كما هي كما هي تمام نقول إيه النجاح هو ثمرة طيبة إيه اللي أنا عملته أنا جبت ضمير منفاصل هنا ينفع آه تمام ينفع فين بقى الخبر هو ثمرة على بعضها بقى خبر نوع إيه جملة اسمية زي ما طالب مننا تمام الخط العربي من شوراتك خد بالك الميم دايما مطموصة الشين النقط بتاعها إيه مش نقط بعملها نظام الحجب كده مقلوب حجب مقلوب مرآة المربوطة حياة خد بالك من الياء ومن التاء وشكل الكاف في النهاء ما بعملهاش الكاف الصغيرة اللي جواها لا بشبكها فيها تمام يلا ناخد اختبار طلاب الأزهر الشريف أتمنى كلنا انتبع برضو هذا الاختبار مهم يعني بتفرق حاجة بسيطة جدا ولكن برضو مهم للجميع لأن فيه أسئلة النحو فيه كويسة جدا تهانينا الحارة لأبطال معهدنا لقد حققتم إنجازا رائعا ونحن فخورون بكم نعرف أن الأمر لم يكن سهلا ولكنكم واجهتم التحديات بعزيمة وعدتم لنا بكأس التفوق وأظهرتم التفاني والاجتهاد لتحقيق هذا النجاح لقد كنتم خير ممثل لنا وسنظل نؤمن بقدراتكم نتمنى لكم كل التوفيق والنجاح كأس التفوق نجاح تفوق الأبطال الصغر أكمل ما يتمنى تنتمي الفقرة السابقة إلى كتابة إلى كتابة إيميل بقى كل اللي احنا أخذناه الستة هل هي مذكرات يومية حوار لا طبعا ولكنها واضح جدا من الاختصارات اللي تحت دي أنها منشور منشور على سائل التواصل الاجتماعي موضوع الفقرة هو نأخذها من أول جملتين شوف كده أقولك تهانين يبقى تهنئة خاتمة الفقرة هي إيه تعالي نشوف آخر جملة ولقد كنتم خير ممثل لنا وسنظل نؤمن بقدراتكم نتمنى لكم كل التوفيق ممكن تقول لي وسنظل نؤمن بقدراتكم نتمنى لكم كل التوفيق والنجاح من أول هنا من الاختصارات الواردة بالفقرة الاختصارات بتكون فين إلا أبلها رمز الشباك أبلها رمز إيه الشباك هتكتب لي كلها دي كأس التفوق نجاح التفوق الأبطال الصغر تمامي حبيبي يلا نروح للقراءة في النهاية يمكن القول بأن استخدام القبعات الست للتفكير يمثل أداة مهمة لتطوير مهارات التفكير الإبداعي وتحليل المشكلات بطرائق مختلفة وجديدة فحين يتم تحفيز الناس على استخدام القبعات المختلفة للتفكير يمكنهم تحليل المشكلات وتطوير الحلول بطريقة أكثر فاعلية وإبداعا اختر الإجابات الصحيحة مضاد تحفيز تحفيز معناها تشجيع مضادها تحقير تثبيط تفريق تهجين تحفيز معناها تشجيع والمضاد والمضاد تثبيط مفرد الحلول مفرد الحلول العقلية الثابتة الاستراتيجية اسمها استخدام القبعات الست من الألوان المستخدمة لتلك الاستراتيجية الأحمر الأزرق البني الأول والثاني بنستخدم أخذنا اللون الأحمر واللون الأزرق يبقى الأول والثاني ضع علامة صواب أو علامة خطأ الاستراتيجية التي تتحدث عنها الفقرة تساعدها لحل المشكلات نعم تساعدها لحل المشكلات الذي نادى باستخدام القبعات الست عالم عربي لا طبعا ما كانش عالم عربي كانم عالم أجنبي القبعات الست تستخدم للوقاية من أشعة الشمس لا طبعا ده تستخدم ايه هذا لتطوير مهارات التفكير الإبداعي تمام نروح ليه النصوص وكن رجلا على الأهوال جلدا وشيمتك السماحة والوفاء وإن كفرت عيوبك في البراية وصرك أن يكون لها غطاء تستر بالسخاء فكل عيب يغطيه كما قيل السخاء معنى البراية البراية حفظناها أخذناها وحفظناها معنىها إيه معناها الخلق جمع شيمتك جمع شيمتك شيمك شيمك غرض الأبيات يعني الشاعر أو قائل الأبيات يقصد بها في توجيهها لنا يقصد بها الحكمة يقصد بها النصح والإرشاد نصح إرشاد بإيه؟ بالصبر والسماحة تمام؟ أو الأخلاق الطيبة اذكر المعنى السياقي لكلمة يغطيه في الجملتين الآتيتين يعني مثلا كلمة يغطيه يقصد بها إيه؟ إن لها معاني متعددة عايز معناها في الجملة الأولى ومعناها في الجملة الثانية يغطيه كما قيل السخاء اللي اتنين أيضا بمعنى واحد بيتا معناه كن قويا وشجاعا في مواجهة المخاوف فين يا بطل؟ تمام وكن رجلا على الأهوال جلدا وشيمتك السماحة والوفاء ديتدل على القوة والشجاع في مواجهة المخاوف تعالوا روح يا حبيبي للقواعد النحوية إن وطني بحاجة إلى كل ذي قوة وإرادة ليبني الأمجاد ويحمي الحدود وبجهودهم تظل مصر رايتها مرفوعة أعرف ما تحته خط ذي تعالوا نشوف كل اللي بعدها بيجي مضاف إليه يبقى ذي هنا مضاف إليه مجرور علامة جره اليا له اليا لأنه من الأسماء الخمسة الحدود نشوف اللي قبلها يحمي الحدود اللي بيفكر بعينه بس هيعمل إيه هيقول لنا عليها فاعل ليه قبلها فعل ولكن اللي قرأ وركز كويس هيعرف إن وطني بحاجة إلى كل ذي قوة وإرادة ليبني صاحب القوة والإرادة هو اللي هيبني وهو اللي هيحمي يبقى الفعل ضمير مستطر تقديره هو أما الحدود هي اللي هتتحمي اللي المفروض نحميها يبقى مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة مصر ها بيقول لنا ايه بص على قبلها وبجهودهم تظل مصر مصر لا تظل نعم يبقى اسم ايه اسم تظل مرفوع علامة رفعه الضمة رأيتها مرفوعة رأيتها مرفوعة تعرب ايه خبر مرفوع علامة رفعه الضمة ازاي بقى استاذ خبر ازاي احنا عندنا رأيتها مرفوعة ده خبر جملة اسمية خد بالك النقطة دي بتيجي كتير في الامتحانات وللأسف قليل اللي بياخد باله منها أنا عندي هنا الخبر خبر تظل جملة فعلية رأيتها مرفوعة رأيتها الاولى مبتدأ مرفوعة خبر ايه خبر اللي رأيتها يبقى خبر مرفوع علامة رفعه الضمة طيب استخرج من الفقرة السابقة ما يلي حرفا ناسخا ان وطني تمام موجود ان اسمه ان وطني وطني تمام اسما معرفة ممكن تاخد وطني ممكن تاخد الامجاد الحدود مصر تمام خد لك بقى اي حاجة هنا قلت الامجاد نوعه معرف بأد خبرا لفعل ناسخ نطلع الفعل الناسخ كلمة ايه كلمة تظل وجميل فين الخبر انا لسه الهالك حالا مصر الاسم تظل ورايتها مرفوعة هي الخبر نوعها ايه اولها اسم وفيها ضمير يبقى خبر جملة اسمية ضميرا بارزا متصلا هنا ايه وطني وطني نوعه ياء المتكلم الياد هي ياء المتكلم بكذا يا حبيبي نكون وصلنا الى نهايتي اسأل الله تعالى ان تكونوا استفدتم واستمتعتم بهذا اللقاء لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعل جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد لدينا على القناة اضغطوا اعجابا وطعليقا دعما لنا لنستمر في نشر المزيد من الفوائد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك لكم مني اطيب الامنيات بالنجاح والتوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة